أما الآن فإلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية أستهل هذه الجولة من مجلة فورين بوليسي ومقال الكاتب ماكيل هيرش تحت عنوان هل يزال أو لا يزال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع حرب شاملة في الشرق الأوسط وأوضح الكاتب أن واشنطن تحاول استخدام نفوذها الدبلوماسي لتوجيه إسرائيل نحو رد متناسب على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة دون تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية كبرى قد تجر الجيش الأمريكي وقال الكاتب أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران بدلا من دعم تصعيد عسكري كبير وتوجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مشيرا إلى أن بايدن يحاول التفاوض مع نيتنياهو والتنصيق معه أيضا حول الرد الإسرائيلي المحتمل ومع ذلك أكد هنا الكاتب أن هناك قلق من أن الضغط الداخلي في إسرائيل قد يدفع نيتنياهو إلى اتخاذ قرارات تصعيدية أحدية حيث أكد مسؤول مطلع أن هناك رغبة إسرائيلية في الرد منفردة ننتقل إلى مجلة فورين أفيرز التي نشرت مقالا تحت عنوان الشرق الأوسط على حافة الهاوية وبحسب المجلة تواجه الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا في نفوذها في الشرق الأوسط نتيجة اعتماد سياساتها التقليدية التي أصبحت غير كافية للتعامل مع التحولات الحالية في المنطقة ووفقا للمجلة فإن صعود الخطاب الشعبي المعادي لأمريكا وإسرائيل يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويصاعب على واشنطن إعادة فرض السيطرة على المنطقة وترى المجلة أنه يتعين على واشنطن إنشاء بنية أمنية إقليمية في شكل شركات أمنية واتفاقيات أو شركات أمنية واتفاقيات أيضا ذلك لحل الصراعات تلميا مع تحديث نهجها للردع بما يتناسب مع التحديات التكنولوجية الراهنة للحيلولة دون الإنجرار إلى صراع إقليمي له عواقب عالمية طلعتنا صحيفة وولل سريت جورنال بمقال في افتتاحيتها تحت عنوان بايدن يحمي البرنامج النووي الإيراني هذه الصحيفة قالت إنه بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة دعا بايدن إسرائيل إلى رد متوازن على هجوم إيران رافضا استهداف منشآتها النووية داعيا أيضا دول التكتل الأوروبي إلى الضغط على نتنياهو لتجنب التصعيد ذكرت الصحيفة أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية نتيجة للدعم العسكري المستمر لإسرائيل ما يمثل عبءا على إدارته ونائبته كابالا هارس وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية فسألت هنا الصحيفة عن السبب وراء محاولات بايدن بردع إسرائيل بدلا من إيران حيث يرى بعض المراقبين أنه ربما يخشى مزيدا من التصعيد العسكري قبيل الانتخابات الأمريكية لكن ذلك وفق آخرين يترك السيطرة على قرار التصعيد في يد إيران ما لن ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد خيري أستاذ الفلسفة السياسية والبحث في أشؤون الإيرانية دكتور أهلا بك على شاشة الغد أريد أن نبدأ معك من مجلة فورين فوليسي والتي نشرت مقالا تحت عنوان هل لا يزال بإمكان الولايات المتحدة منع حرب شاملة في الشرق الأوسط إذا كانت الإجابة بنعم ما هي الخيارات التي من الممكن أن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصدد أهلا وسهلا بحضتك بكل أستاذ المشاهدين في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لديها تفاهمات مع إسرائيل فيما يتعلق بحجم الرد الإسرائيلي على الهجم الساروخية الكبيرة التي هاجمت بها إيران إسرائيل مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عقد والرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من أمام التارة الرئيسية قبل أن يتحرك يعني بعض الصحفين سألوا عن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران ولكنه قال في نفس الوقت أنه يرفض أن توجه إسرائيل ضربة إلى المفاعلات النووية أو المنشآت النووية الإيرانية وأنه سوف ينصق مع إسرائيل أو مع الجانب الإسرائيلي طبيعة هذا الرد أنا في تقديري أن هذا الخطاب معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تهدئ من روح إسرائيل وأن تجنبها الحرب الإقليمية من خلال التركيز على ضربة معينة أو ضربة يعني لا تكون بداية الحرب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط قد تستهدف مثلا بعض المنشآت الاستراتيجية أو بعض المناطق التي تحتوي على قواعد السواريخ الباليستية التي هجمت إسرائيل هجمت سيبرانية هذا هو أعتقد في تقديري قد يكون الرد الإسرائيلي المقبل على إيران تجنبا لحرب إقليمية وهذا هو ما تحاول أن تتفاهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل طيب عظيم دكتور إذا ما انتقلنا إلى مجلة فورين أفيرز والتي نشرت مقالا تحت عنوان بأن الشرق الأوسط على حافة الهاوية هل ما زال بالفعل الشرق الأوسط على حافة الهاوية بالرغم من حالة التصعيد التي نشهدها مؤخرا؟ نعم الصحيفة وإن تحدثت أنها على حافة الهاوية وليست في الهاوية فهذا معناه أنها تقصد أنه لا يوجد حتى الآن حرب إقليمية شاملة تدخل فيها أطراف وتحالفات معينة سواء كانت معلولات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأقصد هنا التحالف الغربي أو تكتل بروكسل أو حتى تحالفات أخرى فيما بين إيران وحلفائها مع الصين وما شابه أو حتى روسيا التي استبعد أيضا أن تدخل في هذا التحالف هذه هي حالة الصراع التي قد تشهده المنطقة الشرق الأوسط في هذا الإطار الذي استحدث عنه الصحيفة لكن في هذه الحالة ونحن الآن في حالة شد وجذب وفعل ورد فعل في إطار ما زلنا في إطار أن هناك فرصة للتهداء فيما بين الأطراف إذا تولت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الحلفاء الأوروبيين زمام المبادئة بمحاولة إقناع إسرائيل بالتهداء سواء مع الفصائل الفلسطينية أو مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بها حربها الآن مع جنوب لبنان أو مع حزب الله بالتحديد ونرى الآن خلال التقرير على قناتكم منذ قليل رد الجيش اللبناني على مصادر نيران إسرائيلية باتجاه جنوب لبنان هذا معناه أنه هناك فعل ورد فعل فقط وأن المنطقة بالفعل على شفاء الهوية إلا إذا تم احتواء هذا الموقف العسكري المتسارع والذي يرغب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيو إلى الاحتفاظ بوجوده على رأس السلطة مع فشله الزريع في استعادة الرهائن الإسرائيلي من الفصائل الفلسطينية نعم والستريت جورنال ربما نشرت مقالا في افتتاحيتها على ما يبدو أن هذا المقال أو عنوان هذا المقال يوجد به اتهام صريح وواضح لبايدن حيث قالت بأن بايدن يحمي البرنامج النووي الإيراني في الحقيقة كان هذا واضحا من حديث الرئيس الأمريكي حينما سؤل عن هل ستوجه أو هل يمكن أن تؤيدون ضربة إسرائيلية إلى المفاعلات النووية فقال بالتحديد أو بجملة أنا لا أوافق على هذا الرد في هذا الإطار اعتبرت بالفعل الصحيفة أو كثير من المراقبين والأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد أصوات جمهورية أن الرئيس الأمريكي ما زال يحاول أن يحافظ على برنامج إيران النووي لأنه فشل أيضا في تقويض هذا البرنامج بعد الانسحاب الأمريكي ومن خطة العمل الشمالة المشتركة بمجب العقوبات العقوبات الأمريكية لم تكن ناجعة في تقويض هذا البرنامج النووي لم يوجه الولايات المتحدة الأمريكية أو لم توجه سهمها نحية هذا البرنامج استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم حتى وصلت إلى نسبة ال60% وما زال لديها مخزونا يقدر ب165 كيلو جرام من اليورانيوم المقصف بالنسبة ال60% وبالتالي باتت هي إيران الآن قريبة جدا من العتبة النووية وباتت قادرة مدام هناك أسلحة باليستية أو صواريخ باليستية فإن هذه الصواريخ قادرة على حمله رؤوس نووية قد تهدد منطقة الشرق الأوسط أو تهدد إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي كان هذا الإطار الذي جاءت فيه هذه الاتهامات من صحيفة هوليستريجو رونالد للرئيس الأمريكي طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور لنذهب ونشاهد ما جاء في صحيفة Financial Times والتي نشرت مقالا تحت عنوان لماذا يخشى الاتحاد الأوروبي اندلاع حرب كبرى في لبنان هذه الصحيفة قالت إن العواصم الأوروبية تشعر بقلق متزايد بشأن التداعيات طويلة الأجل لتصعد الصراع في الشرق الأوسط مع تصعيد إسرائيل من هجومها ضد لبنان وجماعة حزب الله المسلحة المتمركزة هناك ذكرت الصحيفة أن العواصم الغربية تضغط على إسرائيل لتجنب استهداف منشآت إيران النفطية أو النووية بأي هجوم مضاد عليها مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على لبنان يثير بالفعل قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وأفقد صحيفة تخشى العواصم الأوروبية أيضا من أزمة لاجئين محتملة إذا طال أمد الحرب في لبنان بالإضافة إلى القلق من تأثير زيادة عدد النازحين من المنطقة على السياسات الداخلية لا سيما مع تصعود المشاعر المناهضة للهجرة في عدة دول أوروبية نختتم هذه الجولة من صحيفة الڭارديان ومقال للكاتبة ناتالي توتشي تحت عنوان الشرق الأوسط على شفى حرب شاملة لماذا يقف الاتحاد الأوروبي متفرجا هذه الكاتبة قالت إن العنف يشتعل في الشرق الأوسط إن احتمال اندلاع حرب شاملة يتزايد يوما بعد يوم ومع ذلك فإن المجتمع السياسي الأوروبي منشغل في القضايا الداخلية دون تقديم استجابة للأحداث في المنطقة ذكرت الكاتبة أن التكتل الأوروبي كان له دور حاسم في التوسط في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 أما الآن فهو غائب عن أي محاولات لمنع نشوب حرب إقليمية في المنطقة وبحسب الكاتبة فإن الاتحاد الأوروبي يبدو غير مستعد لاتخاذ خطوات فعلية سواء فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل أو حال التصعيد مع إيران أعود مجددا لضيفنا من القاهرة دكتور محمد خيري أستاذ الفلسفة السياسية والباحث في الشؤون الإيرانية دكتور مرحبا بك مجددا على الغد صحيفة الفينينشل تايمز والتي نشرت مقالة تحت عنوان لماذا يخشى الاتحاد الأوروبي اندلاع حرب كبرى في لبنان ما هي مخاوف الاتحاد الأوروبي؟ في الحقيقة هناك عدة مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي أولها أنه خلال الانتخابات الماضية للبرلمان الأوروبي صعدت أو صعد نجم اليمين المتطرف أو أحزاب اليمين المتطرف التي ترفض في الأساس موجات اللجوء والهجرة إلى الأراضي الأوروبية ومع تصاعد هذه الأحزاب وتصاعد هذه النبرة تخشى دول أوروبا الآن من زيادة موجات اللجوء من دول الصراعات سواء كانت في أفريقيا أو في مناطق الشرق الأوسط مع زيادة حدة الصراعات العسكرية على الأراضي الفلسطينية أو في جنوب لبنان هذا يجانب بالإضافة لأن الدول الأوروبية تعاني من زيادة نسب التدخم وارتفاع أسعار الغذاء وما شابه وبالتالي زيادة وجود أو زيادة حدة وجود النزحين واللاجئين على الأراضي الأوروبية يؤزم الأوضاع الاقتصادية في الداخل بشكل كامل أزيدك من فداحة هذا الأمر وأن الأوروبيين من الداخل يشعرون بالتبعية السلبية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تزوج بهم في معارك كبيرة جداً ومعارك صاخبة للولايات المتحدة الأمريكية وللحفاظ على حلفها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بدون أي مكاسب سواء كانت استراتيجية أو اقتصادية مع تنامي الدور الصيني والدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط واعتماد أو دخول هاتين الدولتين في تحالفات وشرقات اقتصادية وإستثمارية وحتى عسكرية باتت دول أوروبا تعي جيداً أنها باتت البصات يسحب من تحت أرجلها لصالح إما التحالف الشرقي أو تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل بدون حصد أي مكاسب بالإضافة إلى أن المخاوف الكبرى تتعلق بزيادة حدة اللاجئين أو زيادة حدة النزوح لديها مع صعود اليمين المتطرف نعم طيب بالانتقال إلى The Guardian والتي نشرت بأن الشرق الأوسط على شفى حرب شاملة لماذا يقف الاتحاد الأوروبي متفرجاً؟ علماً بأن الاتحاد الأوروبي دكتور هنا كما جاء في هذا التقرير لعب دوراً مهماً عام 2015 في الاتفاق النووي الإيراني بالفعل السؤال هنا لماذا لا دور الآن للاتحاد الأوروبي؟ كل ما نسمعه هو فقط دعوات من قبل بعض الدول الأوروبية بضرورة ضبط النفس بضرورة عدم انجرار المنطقة إلى حرب واسعة وحرب شاملة هو في الحقيقة بالفعل الدول الأوروبية كانت تتعامل أو عملت خلال الاتفاق النوعة لأنها دول ضامنة لهذا الاتفاق وبالتالي بعد أن تم الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من هذا الاتفاق والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الوقت في عام 2018 حينما انسحب من خطة العمل الشامل المشاركة لم يتفاهم مع حلفاء والغربيين وبالتالي وقتها اتخذ قراراً منفرداً كما اتخذ قراراً منفرداً في اتفاقات أخرى كانت تخص الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا أبرزها اتفاقات المناخ وما شابه هذا الجانب الجانب الآخر هو أن الدول الأوروبية ما زالت الآن قابعة تحت وطأة يعني ما بعد جائحة كورونا من تأثيرات سياسة الاقتصادية وهناك أزمة داخلية في بعض الدول الأوروبية تتعلق بتنامي اليمين المتطرف أمام الأحزاب القومية واليسارية وبالتالي هناك أزمة داخلية لدى التحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بدرورة النظر أولاً إلى الأزمات الاقتصادية الداخلية وضرورة النظر إلى تعديل الأوضاع مع زيادة حدة الضرائب التي فرضتها الأحزاب الحاكمة في الدول الأوروبية بغض النظر عن ضرورة النظر إلى صراعات ومشاكل المنطقة في منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن حجم الاستثمارات وحجم التواجد الأوروبي في الشرق الأوسط أقل بكثير من حجم التواجد والنشاط الأمريكي في هذا الإقليم طيب يعني جاء في هذا المخال أيضا بأن الهجوم الإسرائيلي المستمر على لبنان يثير بالفعل قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لم نسمع عن تحرك فعلي جدي على الأرض من قبل المسؤولين الأوروبيين لدرء ما يجري على الأقل في لبنان وأنا هنا لا أتحدث حول ما يجري في إيران أو ما جرى ما بين إيران وإسرائيل أتحدث على الأقل ما يجري في لبنان هو الحقيقة ما يجري في لبنان لا ينفصل عن طبيعة الأوضاع فيما بين الولايات المتحدة وإيران وبالتالي يعني لابد من معالجة المشكلة من جزرها أولا قبل الحديث عن الأمار التي موجودة على السطح بالضبط لكن الأمر هنا يتعلق بضرورة احتواء هذا التصعيد من خلال التوسط الفعلي فيما بين إسرائيل والولايات الإسرائيل من جانب والفصائل الفلسطينية إذا أرادت أن تحاول أن تهدئ من حدة الصراع المسلح فيها الإقليم وبالتالي للأسف فشلت كل جهود الوساطة التي تدخلت فيها دولا عربية بما فيها مصر وقطر بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إقناع إسرائيل الرضا أو القبول ببداء المعينة فردتها دول الوساطة وبالتالي كانت هذه هي الأزمة الكبيرة للدول الأوروبية أن زكالة الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على إقناع إسرائيل بإيقاف هذه الحرب فكيف هو الحال فيما بين إذا أرادت الدول الأوروبية إقناع إسرائيل بالتالي لن تستجيب إسرائيل لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا دول أوروبا أشكرك شكرا جزيلا لك الدكتور محمد خيري أستاذ الفلسفة السياسية والبحث في الشؤون الإيرانية كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر